ورجعنا من الفصل والفقرة ديت أنا هكون خفيف شوية لأنها بنيتي شوية مشاهدين حلقاتنا النهاردة الفقرة اللي فيها هتكون بنيتاتي قوي معينا النهاردة أمنية صبري خبيرة العناية بالبشرة وصحبة براند OS Protect أمنية مسائل فل نورتينه أخبارك إيه أمنية؟ الحمد لله طبعا كله تمام؟ الحمد لله أمنية بصيف الأول بما إنك مختصة في المنتجات الطبيعية أو الخلطات اللي أنت بتعمليها طبعا أنا عايزة بس أقول سؤال اسأله هي بيكون عليها مواد حفظة علشان تحفظها ولا بتكون طبيعية خامة لا طبيعية خامة أنا بستخدم بس في بعض المنتجات مش كلها شمع العسل لأنه هو أنتي بكتيريا فلو في حاجة ممكن تبقى بتسبب عفونا بسبب التركيبات المواد على بعضها فالشمع بيحفظها للمدة معينة ده كمان بيكون ليه فترة يعني؟ آآآ فترات متبقاش كبيرة يعني يعني ماكس موم بيبقى أكتر حاجة ست شهور ست شهور إن هي تحفظ المنتج زي ببعض المنتجات مش كلها برضو أمنية استخدام المواد الطبيعية على الجلد بيقدي النتيجة أحسن ولا استخدامها عن طريق الفم؟ هي دي ليه حاجة ودي ليه حاجة يعني الموضعي بيأثر بالنسبة مثلا نقول 40% أو 50% على حسب لو أنا شخص أصلا هيلسي فود وباخد على طول مشروبات وبعتمي بالمية أكيد ده حيفرق معي لأن التغذية أصلا بتبقى كلها عبر الدم فلما الدم يبقى فيه تغذية كويسة فيه فيتامينس فيه حاجات ده بيفرق كتير عايزكي كمان تقولي لي وصفة طبيعية لعلاج الهلات السوداء أنت عارفة أن هي بتسبب مشكلة كبيرة أول للبنات ودايما بتشتري منتجات كتير أو بتشتري برندات برضو بتكون موجودة موطرفش تعالج المشكلة دي هل في حاجة عندك أو منتج عندك بيأثر على الحاجة دي؟ عندي الآي سيروم ده مكون من زيوت طبيعية فيه الأرجان والججوبة وبرضو فيه زيوت تانية الزيوت دي بتبقى فايداتها أن هي بتغذية منطقة العين الهلات السوداء بيبقى لها مشاكل كتيرة أصعبها الوراثة دي اللي بتبقى محتاجة تدخل من طبيب لكن لو مثلا إجهاء يعني تعبانة قلة تنوم احتقان في الأنف كل ده بيسبب برضو إيه إن المنطقة بتبقى لشعيرات الدموية اللي تحت منطقة العين لإن الجلد ده بيبقى رقيق جداً فبيسبب إن هي بيحصل لغمقان ده فإحنا بنحاول إن إحنا ندي زيوت أو حاجات للتغذية تغذي البشرة وتعمل تجديد الخلايا فتبتدي تريح منطقة العين طب أنا عايزك تكلمين عن المنتجات القدام أنا عندي دلوقتي عشر منتجات ده تعتبر كوزماتيكس تجميلي ده روزي شاكس كريم ده مورد خدوط كريمي برضو من مواد طبيعية وده لبس تلكوتر أمنية إحنا هيبقى معنا صور نعرضها وإنتي حبيب ممكن تعلقيني خلاص أوكي تماما طيب أنا عايزك تكملي اللي معيكي قلت يتضل موجود معيكي أوه لو بتتكلمي على الحاجات للهدات السودة ده وط اللي موجود دلوقتي أوه ده شامر بادي أويل ده بيبقى فايدته إن هو بيرطب الجسم وفي نفس الوقت بيدي شايني شاب يعني مهم 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 ويكمان ده ميت ورد تقريبا لا لا ده فاكس سبري ده يعني مرتب سريع المفاول ومعالج للبشرة مهم كويس قوي طيب ايه الصورة دي ده شوكولت موسك ده يعني موسك في شوكولاتة بيتحط على البشرة بيتاختي منه معلقة مع ميت ورد معلقة ميت ورد بتخلطيه بتفردي على بشرتك بيشد البشرة جدا وبيعمل يعني الشوكولاتة مضادة للأكسادة بتعالج بتقليل سريع اه منتج تاني برضو اه ده الليبست الكوتر اللي هو المورد للخدود الليكويد مهم طب في الفترة الأخيرة الناس كلها اتجهت للوصفات الطبيعية وابتدت بعد عن الكيميائي هل ده أحسن للبشرة؟ اكيد يعني لأن الكيميكالز يعني حتى لو فادت فترة بتفيد اه فترة قصيرة بترجع ممكن سبب مشاكل جانبية لكن الحاجات الطبيعية لو ما نفعتش مش حضورة مهم عايزك تكمليلي بايز المنتجات الموجودة قمناي عندي الكافي فيسا سكروب ده سكروب معمول من القهوة القهوة طبعا معروفة بفوايدها طبعا دي جميلة للواجهة في كل حاجة بيشد البشرة وبتقيي علامات اللي هي العلامات التعبيرية لما بتحطي القناع بتاعها وبتعمليه أنا ببعث استخدمه يعني كسكروب وبسيبه ممكن بربع ساعة بعدها يبقى ماسك برضه عشان البشرة تستفد من الفوايد بتاعته مهم واللي جنبه؟ عندي ليب بولم وليب سكروب الليب سكروب ده مقشر للشفيف عشان الناس اللي بتعانيه من اللغمقان في الشفيف والليب بولم ده بيتحط قبل النوم يعني مرطب ومغزل الشفيف برضه طيب حلو قوي في أمنية في فترة الصيف أو في فصل الصيف عموما دايما بتكون في مشاكل كتير بتواجه البشرة كلها سواء دهنية أو سواء جافة وده من خلال الأتربة ومن خلال أشعة الشمس ومن خلال حاجات كتير عزيكي بقى تقوليلي ازاي كبيوتي وبتعملي منتجات طبيعية ان احنا نخلي بالنا من الحاجة دي وفي منتجات بتعالج الموضوع ده ولا صعب؟ هو بس اهم حاجة العناية العناية لو انا جبت احسن برند واغلى برند وانا مش بعتني ببشريتي كفاية مش هيفدني بحاجة البشرة دهنية بتبقى اكتر عرضة للمشاكل الأتربة ورقص الصودة سوري الرقص الصودة بالأتربة والحبوب والكلام ده فاهم حاجة ان انا عمل سكروب ان انا رطب ببشريتي دايما اشرب مياه كفاية زي ما قلت دي اهم حاجة طب ايه افضل وصوة دلوقتي للبشرة انا اقدر نقولها للجمهور معنا؟ بالنسبة لايه بالضبط؟ للبشرة يعني بشرة عموما سواء ترتيب سواء ان هو شد اي حاجة اللي البشرة هيتحسنها؟ وصفة طبيعية يعني انا فيه وصفات كتير بصراحة يعني ابسطها ان انا ممكن ااخد مثلا معلقة زبادي معلقة عسل واقلبهم ده للبشرة العادية والجفة بالنسبة للدهنية بانصح يعني لان فيه الناس بتشتكي كتير قوي من الحبوب اللي صبونا بتاعت الفحم انا كنت لسه اقولك ان انا عايزة حاجة كويسة ان هي تعالج حبوب الشباب اللي موجودة دايما في البشرة اوه هي اكتر حاجة مفيدة يعني او بتجيب نتيجة فعالة هي صبونا الفحم لان الفحم ديتوكس في نفسه بيمتصل السموم بيمتصل دهون ازديادة بينظف البشرة بعمق انا عايزة اسألك سؤال مش من مفترض ان المواد الطبيعية تبقى اغلى من الكيميكال اوه على حسن ما يعني الاسعار دي بتبقى متفاوتة يعني يعني الجمهور برضو يهموا الاسعار هل اسعار غالية في المنتجات بتاتي الاسعاري كلها اقل من مي جنيه نعم كنتي في صفحة خاصة بيكي عندي البيجي بتاعتي على الفيسبوك والانستجرام وفي جروب برضو على الفيسبوك كلهم باسمه امنية صبري كوزماتيكس طيب هو اصلا دلوقتي موجودة على الشاشة يعني طيب امنية بقى عايزك تقوليلي بتتعامني ازاي مع الناس اللي بتشتري منك حاجة في الفيت ديك بتاعها بيكون كويس وبيرديكي اوه الحمد لله الحد دلوقتي محدش يعني اشتكى من اي حاجة لان زي ما قلتلك المواد الطبيعية لو منافعتكيش مش هتضورك يعني في حاجة طيب ايه اكتر منتج عندك بيكون عليه ايجب هول يعني الناس بتشتري مورد وكلم تالية بتقبل قوي على الكوزماتيكس اللي هي المورد يعني اكتر حاجة همهم يعني فيه طبعا حاجات تانية بس اكتر حاجة يعني اتبعت عندي اللبس ديكوتر والروزي شاكس كريم وده طبعا علشان جاب نتيجة معيهم او حاسوا انه احسن من الحاجات التانية او حاجة بتديكي توريد بمثابته نفس الوقت طبعا مش هتضورك مش بتستخدمي بلاشر مش بتستخدمي حاجة تسد المسام اكتر تبقى بشرتك وعرضة اكتر لزهور المشاكل اهم امنية في حد حربك في الاول كتير مش حربوني التريعو علي التريعو عليك يعني بيقولولك ان انت مش هتقدر يتكملي في المجال ده واتقول انت بتعمليه يعني انت في حد هاي اسال فيك انت حد اين طيب النهارده بقى بيقولولك ايه لا طبعا هتغير نظرته تحديدا كمان هاي ده الازي بقى يضيفة انا هي البرودكت بتاعها او المنتج وصل لناس لدرجة ان هما كلموها ان هما يعني انها تعرض وتتكلم عنه ويكفي ويبودك معنا النهارده يعني شرفتينها امني انا بس ساعة قبل ما نختم انا عايز اسألك سؤال هل فعلا في خلطة بتقدر ان هي تشد البشرة كتير الشوكولات ماسك ده بيشد البشرة اي حاجة ممكن ادخل فيها يعني حاجة سريعة كده ان انا اجيب لباني لدكر ده وانقعه في مياه واخلطه مع اي ماسك سواء ترمز سواء دقيق وشوية نشا يعني اي حاجة ممكن ده بيسهل لنشد البشرة طيب قمنا انت نورتينا النهار ده عايز اقولك ان احنا ماخدناش منه كل المعلومات اللي احنا عايز انا عارفة ان البنات دلوقتي اكيد والستات اللي بتسمعنا اكيد كلهم عندهم مستفسارات وعايزين يسألوك عن حاجات كتير ولكن اللقاء تجدد مرة واثنين وثلاثة نورتينا النهار احنا دلوقتي المفروض هنقول اسم الفائز في الحلقة السابقة اسم الفائز معانا جنات محمد الف مبروك يا جنات الف مبروك يا جنات احنا عايزة نورتي عدي المليون وطبعا فريق الاعداد هيتواصل مع حضرتك وان شاء الله تقابدينا وتغدي جايزاتك تاني حاجة بقى عندنا السؤال بتاع الحلقة بتاعت النهار ده انا في بداية الحلقة قلت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الحديث حضرتك تكتب الاجابة على صفحة البرنامج كله تمام مع هلا والويشي بس الكلام ده في خلال ساعة من دلوقتي اللي هي عشان قبل ما الحلقة تكون نزلت قبل ما الحلقة تكون نزلت يوتيوب طبعا هيكون كمان ليه هدية انا مش عارفة انا اللي احنا ممكن نقدر نقدمه مش عارفة هيكون مبلغ مالي المورادي تاني ولا هتكون حاجة مختلفة اسأل فيها البشمهاندس بقى ان شاء الله مبلغ مالي برضو طيب كمان هيكون معينا منتج هيتقدم من المنتجات الموجودة ومنها كمان هتقدمه كهدية او كجفت للناس اللي هتقول للاجابة صح مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة هنشوفكم ان شاء الله كل يوم اتنين من تلاتة الاربعة في برنامجكم كله تمام مع هلا والويشي طيب